موسيقى السلام عليكم من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار مرحبا بكم ونبدأ النشرة بأبرز العنوي الهيئة العامة لحماية المستهلك تضبط مؤسسة تجارية عمل على إعادة تصنيع تصعيار مستعملة وبيعها على أنها جديدة موسيقى القيمة الإنسانية والحضارية لمدينة قلهاد تستعرضها اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم بمسقى موسيقى موسيقى خلال اتتاح عمال الجمعية العامة بنيويورك الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمات الدولية والرئيس ترامب يؤكد انتزام بلاده بدعم السلام في الشرق الأوسط موسيقى إيران وقوى عالمية تتفق على ألية جديدة للتعاون والحفاظ على الاتفاق النووي موسيقى أما في أخبارنا الاتصادية تتابعون موسيقى سعر نفط حمان يتجاوز الاثنين والثمانين دولار للبرميل مسجلا على مستوياته منذ أربع سنوات موسيقى وفي أخبار الرياضة تتابعون موسيقى مرحبا بكم للتفاصيل ضبطت الهيئة العامة لحماية المستهلك مؤسسة تجارية تعمل على إعادة تصنيع قطع غيار مستعملة وبيعها على أنها جديدة لأكثر من ثلاثين مؤسسة من بينها شركات نفط كبيرة وكشفت الهيئة أن أربعين عاملا من جنسيات مختلفة تم ضبطهم في الموقع منهم من كانت اعترافاته صريحة لمأموري الضبط القضائي بلاغ كان خيطا للوصول إلى غش تجاري في إحدى المؤسسات التجارية في منطقة غلاب محافظة مصقط مسلسل الغش تكرر مرة أخرى في قصة تعود وقاععها إلى قيام مؤسسة متخصصة في صنع وبيع المنتجات المعدنية وآلات التشييد والبناء والهندسة المدنية والنفطية والمعدات الثقيلة ببيع قطع غيار مستعملة من نفايات الحديد بعد إعادة تصنيعها على أنها جديدة والزبائن أكثر من ثلاثين مؤسسة من بينها شركات نفط كبيرة تلقينا بلاغ من المصدر وتم التحري والتأكد من صحة البلاغ على ضوء ذلك تم تشكيل فريق عمل لمراقبة الموقع وتحركات العاملين بعد التأكد من صحة المعلومات تم تنسيق مع الإدعاء العام وشرطة عمان السلطانية للبدء في عملية الضبط وتحريز المضبوطات والدلائل عبر هذه الآلة تحبك الأرقام وهنا يتم طباعة أرقام التسلسل القديمة بأخرى جديدة في المعدات سنوات مرت على هذه المعدات وقد تم إعادة صناعتها على أساس أنها جديدة بالكامل تبين أيضا حتى قيام الشركة بعمل شهادات مزورة وراء هذه الشهادات توضح بأن هذه القطعة صالحة صالحة للاستخدام لسنوات أكثر من السنوات التي هي الأصل صالحة للاستخدام هذه القطع أو قطع الغيار أربعون عاملا من جنسيات مختلفة تم ضبطهم في الموقع منهم من كانت اعترافاته صريحة لمأموري الضبط القضائي في قضية جمعت استدلالاتها بدقة أكثر من ثلاث سنوات وهذه المؤسسة تبيع قطع غيار مغشوشة تباع بآلاف الريالات إن لم يكن بالملايين في جرم صارخ لقانون حماية المستهلك من منطقة غلا فارس بن جمع الوهيبي محافظة مسقط وفي نشرة سابقة أكد عمر بن فيصل الجهضمي نائب رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق أن ملف القضية سيتم تحويله للإدعاء العام لمباشرة التحقيقات ومعرفة حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة من قطع الغيار المغشوشة بعد ما جمعنا الاستقلالات الخاصة بهذه القضية تمت بعد وضبط المتهمين جاري الآن حالة الملف للإدعاء العام الذي بدأ إجراءات التحقيق المكملة لعمل الاستقلال ومتى ما استوفت الأوراق القضية تكون كاملة تتم حالة الأمر إن شاء الله للمحكمة المختصة أثيرات هناك أثيرات مباشرة وغير مباشرة هناك بلاغات طبعا عندنا بلاغ الآن حول تضرر أحد هذه الشركات من نتيجة تعاملها مع هذه المؤسسات مدينة قلهاد من المحلية إلى العالمية عنوان محاضرة نظمتها اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع المتحف الوطني بمسقط التي عرفت بالقيمة الإنسانية والحضارية للمدينة وقد شارك في المحاضرة عدد من الباحثين والمعنيين وأعداد من طلاب المدارس المتحدثين خامس المواقع الأثرية العملية إدراجا على لائحة التراث العالمي مدينة قلهاد حيث كم التاريخ ونوعه مدينة الأسرار كما يطلق عليها ونافذة التاريخ القديم لها امتدادات عريقة ربطت بين حقب وأزمان وبقيت تحكي عن ذلك التاريخ وهنا محاضرة علمية مدينة قلهاد من المحلية إلى العالمية محلية التاريخ العماني وعالمية اليونسكو حيث استقر اسم قلهاد لتكون واحدة من مفاخر الحضارة الإنسانية أسس وشروط تحققت في المدينة التاريخية صيرتها ضمن التراث العالمي وبها أكدت مكانة قلهاد مكانتها المحلية والعالمية أدرك موقع قلهاد الأثرية على لائحة التراث العالمي بدأ تطابق الشروط والمعايير الدولية المتبعة في إدراج المواقع على هذه اللائحة الدولية تحقق أو توفر في موقع قلهاد وجود عناصر كثيرة من ضمنها أولا عنصر السلامة وعنصر الأصالة باعتبار أن الموقع أصيل ولم يتمع لتحديث وكذلك الموقع سليم في أكثر أجزاء المحاضرة والتي عرفت بالطريق الذي وصلت به قلهاد إلى أرويقة اليونسكو جاءت هدفة وتعريفية لعدد من الباحثين والمهتمين وأعداد من طلاب المدارس تسنى لهم اكتشاف خصائص المدينة التي أهلتها أن تكون ضمن لائحة التراث العالمية وهي المساعي التعريفية التي تنشدها اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم متعاونة مع المتحف الوطني بمسقط في إقامة هذه المحاضرة المتحف الوطني يسعى من خلال البرامج الثقافية التي يقدمها إلى رفع مستوى الوعي الثقافي بأهمية التراث الثقافي للسلطنة وهذا يساهم في زيادة اهتمام مختلف فئات الزوار بتاريخ عمان العريق وينظم المتحف الوطني اليوم هذه الفعالية للاحتفاء بإضافة هذا الموقع الثقافي المهم إلى قائمة التراث العالمي ونحن نستغل هذه الفرصة أيضا لدعوة طلاب المدارس للتعرف على الجهود التي تبدل خلف الكواليس لمثل هذه الفعاليات قلهاد حيث مرر حالة العالم الكبار فأسرتهم وسبت منهم القلوب تبقى اليوم إحدى مفاخر التاريخ العمني وموقعا أثريا ينظر إليه العالم بكل فخر واكبار من المتحف الوطني بمسقط عيسى بن خلفان الكعبي خلال افتتاح عمال الجمعية العامة الأمم المتحدة حذر الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو جواتيراس من تزايد الفوضى والعنف إثرى تواصل الصراعات في عدد من دول العالم وحثى في كلمته خلال الاجتماع الذي تشارك فيه 139 دولة قادة العالم على تجديد التزامهم بالنظام العالمي المستند إلى القوانين هناك غضب من عدم قدرتنا على إنهاء الحروب في سوريا واليمن ومناطق أخرى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي أصبح أكثر بعدا بينما التهديد النووي لم يتراجع لا يوجد سبيل مستقبلي سوى العمل الجماعي المنطقي من أجل المصلحة الجماعية على قادة العالم الالتزام بالنظام العالمي المستند إلى القوانين بحيث تكون الأمم المتحدة في صلبه لمواجهة أي تهديدات وفي خطابه أمام الجماعية العامة للأمم المتحدة قال الرئيس الأمريكي دون ترامب أن بلاده ملتزمة بتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وستبدل جهدها لضمان ذلك وفي الشأن السوري حذر الرئيس الأمريكي الحكومة السورية من استخدام الأسلحة الكيموية مجددا قائلا أن واشنطن سترد على أي إجراء من هذا القبيل فيما استبعد ترامب لقاءا مع القيادة الإيرانية في الوقت القريب نحن ملتزمون بدعم السلام في الشرق الأوسط وسنبدل ما في وسعنا لتحقيق ذلك بين الفلسطينيين والإسرائيليين وعلى الطرفين أن يسهل التوصل لاتفاق يرضيهما واشنطن مستعدة للرد في حال استخدام دمشق للأسلحة الكيميائية يجب إحياء تسوية سياسية للنزاع برعاية الأمم المتحدة بما يتوافق وتطلعات الشعب السوري من جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن المبادرات الأحادية لن تنجح في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مشددا على ضرورة العودة لمبادرة حل النزاع عبر إحياء مفاوضات السلام كما دعا الرئيس الفرنسي إلى وضع حلول بشأن الأزمة السورية وملف إيران النهوي علينا حل الأزمات العالمية دون وضع معوقات لذلك نؤكد على ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة السورية عبر الإصلاح الدستوري وتنظيم الانتخابات برعاية الأمم المتحدة الشعب السوري دفع ثمنا باهظ ولا نريد اتخاذ قرارات مكان الشعب السوري المبادرات الإحادية لن تنجح في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وملف إيران النهوي يجب حله عبر حوار ومبادرات وفي سياق متصل شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب الفلسطينيين والدفاع عن الوضع التاريخي والقانوني للقدس كما جدد الرئيس التركي خلال كلمته دعم بلاده للمساعد الدولية لإنهاء الصراع السوري سنواصل الوقوف إلى جانب الفلسطينيين والدفاع عن الوضع التاريخي للقدس هدف أنقرة هو تصفية جميع الأراضي السورية من الإرهابيين بدءا من منبج وحتى الحدود العراقية اتفاق أدلب بين تركيا وروسيا فتح أفاق سلام وحل سياسي ندعو كافة الأطراف لدعم مساعي إيجاد حل سياسي عادل ودائم في سوريا ودعم جهود تركيا لمساعدة اللاجئين السوريين قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني أن الاتحاد الأوروبي سينشأ تكتلا قانونيا يهدف إلى مواصلة التجارة مع طهران لأسيما شراء النفط الإيراني وسيقوم التكتل بتسهير الدفع والمعاملات المالية القانونية فيما يتعلق بصادرات إيران من شأنه الالتفاف وعلى الأقوبات الأمريكية المفروضة على طهران في بعض الإجراءات اتفقت الأطراف المتبقية في اتفاق إيران النووية على مواصلة العمل للحفاظ على التجارة مع طهران وفي بيان بعد اجتماع شاركت فيه بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران قالت المجموعة يوم الاثنين إنها عقدت العزم على وضع آليات سداد تتيح مواصلة التجارة مع إيران وقال عدة دبلوماسيين أوروبيين إن فكرة الآلية محددة الغرض تهدف لإنشاء نظام مقايدة يشبه الذي استخدمه الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة لمقايدة سلعاً أوروبية بالنفط الإيرانية دون استخدام نقود وقالت فيدريكا موغريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن قرار وضع هذه الألية اتخذ بالفعل مضيفة أن الخبراء الفنيين سيجتمعون مجدداً لصياغة التفاصيل من الناحية العملية سيعني ذلك أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستؤسس كياناً قانونياً لتسهيل المعاملات المالية المشروعة مع إيران وسيتيح ذلك للشركات الأوروبية مواصلة التجارة مع إيران بما يتفق مع قانون الاتحاد الأوروبي وقد يكون متاحاً أمام شركاء آخرين في العالم لكن الكثير من الدبلوماسيين والمحللين أبدو تشككاً في قدرة هذه الألية على التصدي للعقوبات الأمريكية نظراً لأن الولايات المتحدة يمكنها تعديل قوانينها الخاصة بالعقوبات لمنع معاملات المقايدة وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر في مايو أيار لانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران ومنها عقوبات تسعى لإجبار كبار مشتر النفط على الامتناع عن شراء الخام الإيراني طالبت أسطين الولايات المتحدة بإلغاء بيع معدات عسكرية لتايوان محذرة من الأضرار البالغة التي تمثلها الصفقة في حال عدم امتثال واشنطن للطلب الصيني واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج أن الصفقة تشكل انتهاكا للقانون الدولي والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية داعيا واشنطن لوقف إمداد تايوان بالمعدات العسكرية يأتي هذا بعد ساعات موافقة الإدارة الأمريكية على بيع قطع الغيار والإمداد لمقاتلات F-16 والطائرات العسكرية الأخرى لتايوان فترتنا الأخبارية مستمرة من تلفزيون سلطانة عمان وتتابعونا فيها بعد الفاصل بناء القدرات البحثية ودعم الابتكار للتوعية بمستقبل الصناع حملة تعريفية لمدينة النانو العمانية القادمة في الكلية التقنية بالمصنعة ترجمة نانسي قنقر الهيئة العامة لحماية المستهلك تضبط مؤسسة تجارية تعمل على إعادة تصنيع قطع غيار المستعملة وبيعها على أنها جديدة القيمة الإنسانية والحضارية لمدينة قلهاد تستعرضها اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم بمضقات خلال افتتاح عمال الجمعية العامة بنيويورك الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمات التولية والرئيس ترامب يؤكد التزام بلاده بدعم عملية السلام في الشرق الأوسط إيران وقوى عالمية تتفق على ألية جديدة للتعاون والحفاظ على الاتفاق النووي سلمت مجموعة سعود بهوان الأعمال الخيرية ثلاثة حافلات لجمعية رعاية الأطفال المعوقين وتسعى المؤسسة إلى رعاية المعوقين والمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى المساعدات والخدمات الإنسانية ورعاية الأيتام والفقراء والمحتاجين بالإضافة إلى الخدمات التطوعية الأخرى حضر حفل التسليم صاحب السموء السيد هيثم بن طارق آل سعيد الرئيس الفخري لجمعية رعاية الأطفال المعوقين رد وزارة التنمية الاجتماعية بشأن استمارة تقييم الدخل من المزارع الانتاجية لطالبي معاشي الضمان الاجتماعي وأقاربهم أبرز ما استعرضه مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه اليوم ونظر المكتب في رد وزارة المالية حول المخالفات الضريبية على بعض الشركات والتأخر في تحصيل مستحقات الحكومة من إيرادات الغاز الطبيعي واطلع على طلب الاستفسار عن حلول وخطة شركة حياة لخدمات الصرف الصحي لتجنب الأخطاء في المشاريع الجارية تنفيذها والمشاريع المستقبلية وتطرق مكتب المجلس السؤال الموجه للهيئة العامة للتعدين بشأن خطتها حول الزيارات الرقابية لمواقع الترخيص المعدنية وتمنى مكتب المجلس الخطوات العملية التي تخذتها وزارة التجارة والصناعة في متابعة إشكالية وقود 95 ترأس الاجتماع سعدة خالد من هلال معول رئيس مجلس الشورى احتفلت شرطة عمان السلطانية بافتتاح مركز شرطة عقد بولاية صلالة والذي يعتبر أحد المراكز الحيوية بالولاية الافتتاح يأتي في إطار تطوير الخدمات الشرطية للمواطنين والمقيمين بمختلف محافظات السلطانة سعيا لإيجاد بيئة ملائمة لتقديم خدمات شرطة عمان السلطانية احتفل مساء اليوم الثلاثاء الخامس والعشرين من سبتمبر تحت رعاية سعادة الشيخ سالم بن عفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار بافتتاح مركز شرطة عقد بولاية صلالة كأحد الصروح الأمنية والخدمية التي سوف تسهم في توفير التغطية الأمنية الشاملة بالولاية تضمنت فعاليات افتتاح المركز استعراضا عسكريا بدأ بالتحية العسكرية لراعي الحفل ثم ردد المشاركون في طابور الاستعراض نشيد شرطة عمان السلطانية وهتفوا ثلاثا بحياة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بعد ذلك قدمت فرقة موسيقى شرطة عمان السلطانية مع زوفات متنوعة بعدها قام سعادة راعي الحفل يرافقه اللواء حمد بن سليمان الحاتمي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات والحضور بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إدانا بالافتتاح الرسمي لمبنى المركز ثم تجولوا في مرافق المركز الذي يضم أقساما للأمن العام والتحر والتحقيق الجنائي والحوادث المرورية وغرفة للعمليات ومكاتب إدارية وقاعات مختلفة أولا تشرفت في هذا المساء بافتتاح مركز عقد هذا المركز الذي يخدم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين أتمنى لشرطة عمان السلطانية كل التوفيق والنقاح لما عملوه في سلطنة عمان من قهد يشكرون عليه كما قام راعي المناسبة بجولة في مبنى الخدمات الذي يقدم خدمات الجوازات والإقامة والأحوال المدنية وخدمات المرور ومركز للفحص الفني للمركبات ما في شك أن افتتاح مثل هذا المراكز بضيف اللبنة أخرى بالإضافة إلى افتتاح المراكز في كافة الحال السلطنة مما يدل على استتباب الأمن والأمان تشرفنا اليوم بافتتاح هذا المركز الكبير بولاية الصلالة منطقة عقد هذا إنقاذ عظيم تشكر عليه شرطة عمان السلطانية المتمثلة في معالي الفريق المتش العام شرطة والجمارك هذا المركز يخدم شريحة كبيرة من أهالي المحافظة وبالخصوص منطقة عقد وفي مجال الرعاية الاجتماعية يضم المركز عددا من المباني السكنية للضباط وأخرى الأفراد مجهزة بجميع الخدمات المركز تم إنشاؤه وفقا لأحدث المعايير والمواصفات الفنية والتقنية ليقدم خدمات متعددة تلامس احتياجات المواطن والمقيم الملازم يوسف بن ياسر المحروقي مركز شرطة عقد ولاية صلالة كرم اللواء الركن مطر بن سالم بن راشد لبلوشي قائد الجيش السلطاني العماني فريق موسيقى الجيش السلطاني العماني وفريق مظلات سلطان عمان نظير حصولهما على مراكز متقدمة في مشاركاتهما بالمحافل الدولية خلال هذا العام وفريق الجيش السلطاني العماني لكرة القدم الحاصل على المركز الأول في بطولة الدوري الرابع والعشرين لقوات السلطان المسلحة لكرة القدم 2018 كما قام اللواء الركن قائد الجيش السلطاني العماني بتكريم فريق مشروع إنشاء جسر عبور المشاة بوادي لمعيد بالجبل الأخضر مشيدا بمستويات الفرق المجيدة وعطائها المتواصل بفضل حرصها على تطوير قدراتها وأمكانياتها وتمثيلها المشرف للجيش السلطاني العماني بحث عدد من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك أبرز ما تم استعرضه خلال لقاء اللواء الركن مطار بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني باللواء الركن عبد العزيز بن أحمد بن سالم البلوي قائد قوات دراع الجزيرة المشتركة والوافد المرافق له الذي يزول السلطانة حاليا كما تم خلال اللقاء تبادل وجهة النظر بما يخدم الجوانب العسكرية المختلفة أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم العمل قريبا بتطبيق تقني الحافلات المدرسية مربوط بالهواتف النقالة لأولياء الأمور يرصد تحركات أبنائهم الطلبة فوضعت الوزارة نظاما خاصا في الحافلات يلزم السائق بالتقيد به حفاظا على سلامة الطلبة حفاظا على أمن وسلامة طلبة المدارس وزارة التربية والتعليم تضع نظاما خاصا بنقل الطلبة في الحافلات المدرسية يتضمن مجموعة من الإجراءات منها بروتوكول يحتوي على عدد من الضوابط ألزمت السائق التقيد بها قبل انطلاق الحافلة واثناء سيرها وكذلك عند وصولها وإلى جانب هذا العمل تم ابتكار تطبيق تقني بعنوان درب السلامة سيفعل قريبا على مستوى المدارس بمختلف محافظات السلطنة وهو مربوط مباشرة بهاتف ولي أمر الطالب حيث يرسل له في كل حين تحركات الحافلة التي تقل ابنه بالمكان والوقت وزارة التربية والتعليم النظام التقني نظام درب السلامة في الحافلات المدرسية في المرحلة الأولى لهذا النظام يستهدف العمل في خمسمائة حافلة مدرسية على مستوى السلطنة وقريبا بإذن الله سينطلق هذا النظام وسيعمل في هذه الحافلات على مستوى جميع المحافظات التعليمية تجهيزات الأمن والسلامة بهذه الحافلة المدرسية تضم عددا آخر من الأجهزة الحديثة منها كاميرات مراقبة مع وجود شاشات توضح تفاصيل كل ما يدور داخل الحافلة وخارجها وبالصندوق الخلفي للحافلة جهاز مزود بشريحة تخزين وظيفته تسجيل كل البيانات والمعلومات المتعلقة بالحافلة هذا إلى جانب تزويدها بجهاز انذار لتنبيه السائق عندما يكون هناك شيء ما بالداخل كما يرسل له المعلومة بهاتفه النقال هذا الجهاز الأسود لهذا الأسود هذا ما يدور بالسلامة هذا اللي هو يسجل كل المعلومات التي تحدث داخل الباس وهي شريحة موجودة هنا في هذا الصندوق الشريحة مثل شريحة التلفون موجودة هنا في هذا الصندوق هذا يعطيك معلومات كل موجود داخل السيارة أي شيء يحدث داخل المركبة أو الحافلة بعدين تقدر ترجع على هذا الشريحة بالنسبة هذا الصندوق هذا الأصفر هذا اللي هو الأبيض والأحمر هذا هو جهاز انذار هذا جهاز انذار فيه أثناء السائق طفل الحافلة وقفل الحافلة وخلص كله وطلع هذا إذا فيه شيء حركة في الباس من داخل هذا طبعاً راح يصيح ويعطي انذار بالسائق الحافلة وتفعيلاً لهذه الجهود وغيرها تشكلت لجان للحافلات بالمدارس وتوزعت المهام فيما بينها لتقوم بأدوارها المتعددة والهدف الأسمى دائماً هو الحفاظ على سلامة الطلبة المدرسة حريصة جداً جداً على الحفاظ على الأمن والسلامة من خلال تشكيل لجان للحافلات وتوزيع المهام تمييز كل حافلة بمرحلة سكنية مرقمة أيضاً توزيع الطلاب على المراحل السكنية وتسجيل حمولة كل حافلة توضيح نقاط توقف كل حافلة بذكر اسم كل طالب وصفة وبالإضافة إلى ذلك تنفذ هذه اللجان باستمرار برامج توعية لسائقية الحافلات لحثهم على تطبيق الإجراءات المعمول بها مع الالتزام بالعدد المحدد للركاب أجهزة متعددة داخل هذه الحافلة المدرسية وخارجها فهذا جهاز على مدخل الباب يعد الطلاب عند دخولهم وخروجهم من الحافلة وهناك جهاز في آخر الحافلة لا يمكن لسائق الحافلة أن يطفئ المحرك إلا بالبطاقة هذه بحيث يتأكد من أنه لا وجود لطلاب داخل الحافلة أحمد بن عبدالله الندابي محافظة مسقط عدد من مشاريع مياه الصرف الصحي كشفت عنها الحملة التقيفية التي دشنتها شركة حياة للمياه بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية الحملة هدفت إلى إشراك المجتمع وتوعيته حول مشاريع الصرف الصحي بالمحافظة عمان أكثر إخضرارا وصحة شعار يجوب هذه المرة ولايات محافظة جنوب الشرقية في تدشين الحملة التثقيفية لحيال المياه ليقترب من المجتمع وتوعيتهم بأهمية مشاريع الصرف الصحية هذه الحملة تعتبر تواصلا مع الحملات التي نفذتها حياة للمياه في بقية المحافظات في الأعوام السابقة وطبعا تهدف في المقام الأول إلى إشراك المجتمع إشراك الفعلي في تنفيذ مشاريع صرف الصحي وكذلك كسب تعاونه عند تنفيذ هذه المشاريع العرض اللي يقدم اليوم ناقش في الحقيقة عديد من الجوانب التي تدخل في خدمة المجتمع بالشكل الصحي حيث ركزت الندوة على المشاريع التي نفذت سابقا وتنفذ وما هي الخطة المستقبلية للمشاريع التي ستنفذ على مختلف ولايات محافظة جنوب الشرقية ولاية صور على موعد مع أكبر مشاريع الصرف الصحي بالمحافظة بحلول عام 2020 هذا ما أشار إليه الرئيس التنفيذي لشركة حيال المياه موضحا بأن مشاريع المحافظة تتوزع على ولاياتها الخمس بين مشاريع قصيرة المدى ومشاريع طويلة المدى شركة وضعت خطط مستقبلية لتنفيذ المشاريع في محافظات الإقليمية وأيضا منها محافظة جنوب الشرقية من حيث تخطيط فهناك خطط قريبة المدى وخطط طويلة المدى خطط قصيرة المدى مشاريع جاهزة للإسنات أن تتوفر إن شاء الله لأعتمادات المالية المطلوبة لها تكون هناك محطة في جعلان وأيضا هناك محطة في ولاية مصيرة مناقشات دارت في الندوة وتساؤلات لأحد الحاضرين عن بعض الجوانب الآمنة المتعلقة بخزانات الصرف الصحي وناقلاتها آليات تنفيذ الحملة التثقيفية بجنوب الشرقية ركزت على مرحلتي الإعداد والتنفيذ وضعة في الاعتبار توصيل رسالة ورؤية وأهداف حيال المياه إلى المجتمع بكل شفافية ووضوح وسيبدأ خط سير حملة الوحدة التثقيفية المتنقلة لحيال المياه في كافة ولايات محافظة جنوب الشرقية في شهر أكتوبر المقبل باستثناء ولاية مصيرة التي ستكون على موعد مع الحملة في مطلع 2019 صالح بن حمد الحبسي ولاية صور محافظة جنوب الشرقية الآن مع الأخبار الاقتصادية بصحبة خالد بن سعيد العبري شكرا علي ارتفع سعر نفط عمان اليوم دولارين وواحد وخمسين سنة ليبلغ تسليم شهر نوفمبر القادم اثنين وثمانين دولارا وثلاثة وخمسين سنة للبرميل وكان معدل سعر النفط العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ اثنين وسبعين دولارا واربعة وستين سنة للبرميل منخفضا بمقدار ثلاثة وخمسين سنة مقارنة بسعر تسليم شهر سبتمبر الجاري وجاء هذا الارتفاع في ظل صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات دشنت غرفة تجارة وصناعة عمان أولى ندواتها التخصصية ضمن برنامجها السنوي لمبادرة أمسيات بأمسية ناقشت ضريبة القيمة المضافة وأهدافها ومدى تأثيرها أو تأثيراتها الاقتصادية شارك في الندوة عدد من المختصين مثلوا الأطراف المعنية في الضريبة من القطاعين العام والخاص ضريبة القيمة المضافة الدوافع والأهداف والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد والتنمية عنوان لهذه الأمسية بغرفة تجارة وصناعة عمان أما الهدف منها فهو التسليط الضوء على التوجه الحكومي لفرض ضريبة القيمة المضافة عندما يحدث عندك ركود اقتصادي لابد أنك تخفف العبء الضريبي وتخفف الأعباء على الاقتصاد وتعمل انجيكشن للاقتصاد تحفيز للاقتصاد أحد المحفزات الرئيسية للاقتصاد هو تخفيض الضريبة في مثل هذا الحالة وليس رفع الضريبة النقاشات تركزت على معرفة الأسباب التي أدت إلى التوجه الحكومي لتطبيق الضريبة الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المرتقاة وكذلك تأثيرها على القطاع الخاص المنتج والمصدر والمستورد وعلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هذا الموضوع مرتبط أساسا على طبيعة الاقتصاد لما يكون الاقتصاد الروابط الداخلية روابط ما بين العمليات الاقتصادية العمليات الانتاجية متشابكة يكون أثر الضريبة قليل لأن العبء يتوزع على مجموعة كبيرة من العنافل الندوة هذه تأتي ضمن سلسلة ندوات ستتوالى وسيكون محورها العمل الاقتصادي وما يواقهه من تحديات مع مراعاة خصوصية التجربة التنموية العمانية وتركيبة القطاع الخاص العماني وأخيرا فإن الآراء المطروحة في هذه النقاشات خرجت برؤى يطمح من خلالها المختصون في أن تدرس بعمق وأن توضع خريطة مستقبلية لمدى التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية قبل تنفيذ الضريبة المضافة إبراهيم بن سالم الهادي من غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسقط بمشاركة أكثر من 150 امرأة وتحت عنوان أساسيات التعامل في الأوراق المالية جاءت ندوة سوق مسقط للأوراق المالية أن ندوة تأتي تنمية للثقافة الاستثمارية للمرأة وإبرازا لدورها في التنمية الاقتصادية نظرا لما تقوم به المرأة العمانية بدور محوري في تنمية المجتمع في ظل ما حظيت به من اهتمام ورعاية من الحكومة الرشيدة والتي مكنها من أن تسجل إنجازاتها في جميع نواحي الحياة الأمر الذي يتطلب تنمية الثقافة الاستثمارية لديها في ظل ضعف وجودها في القطاع الاقتصادي خاصة في قطاع سوق المال جلالة السلطان الله يحفظه خلال المرأة هي أحد جناحي الطائر فإذا نشط هذا الجناح سنطير إن شاء الله بأمان خلال هذه الفترة الاقتصادية التي نحتاج إليها طبعا بدون توتر فقط بعقلانية المرأة يجب أن تحظى بشكل فعال بتدريب معين وخاصة اقتصاديا هذه عبارة عن ورشة مختصة في الأمور المالية مقدمة للمرأة فقط في هذه الورشة بحيث أن المرأة كيف تبدأ استثمارها في سوق العمل كيف تبدأ بإعداد الخطط المالية للمشاريع التي تطلع فيها لسوق العمل بحيث أنها تصبحها غير باحثة عن عمل ويكون عندها مشروعها الخاص وتشير الأرقام إلى تراجع حضورها في هذا القطاع حيث تشكل استثمار المرأة حوالي 1% من إجمالي القيمة السوقية في سوق مسقط إن تنظيم وتنفيذ مثل هذه البرامج تساهم في توسيع دائرة المعرفة للمشاركات في مجال الاستثمار في الأوراق المالية وتوضيح الفرص التي يمكن للمرأة الاستفادة منها الهدف من البرشة هي معرفة خاصة للنساء فقط لتعلم أساسيات التداول المالي ونشجح مثل هذه المبادرات لتعليم المرأة في هذا الجانب هذه الدورة كانت جدا مفيدة استمتعنا فيها واستفدنا كثير عرفنا نوعية الأسهم والشركات كيف أن المرأة لازم تكون عضو فعال وتدخل في هذا المجال والإيتاحة الفرصة لاستفادة أكبر عدد ممكن من مختلف شرائح المجتمع البرنامج التدريبي سوف يستمر مرة أخرى في مسقطة في الخامس والعشرين من أكتوبر المقبلة ثم ينتقل إلى ولاية صحار في الخامس والعشرين من نوفمبر بينما يختتم البرنامج في صلالة في الخامس والعشرين من ديسمبر 2018 البرنامج يهدف تعزيز تمكين المرأة العمانية وتحفيزها للاستفادة في مجال الاستثمار وفتح آفاق واسعة أمام المرأة للاستفادة كذلك من الفرص المتاحة في الأوراق المالية لأجل تحسين الدخل سعود بن سعيد المعولي مسقط أكثر من تسعة ملايين ونصف المليون ريال عماني قيمة النشاط العقاري في محافظات ضفار والبريمي ومسندم خلال أغسطس الماضي وأوضحت وزارة الإسكان أن هذا النشاط جاء من خلال التصرفات القانونية متمثلة في تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع بالإضافة إلى القسمة تدشن شركة النقل الوطني العماني مواصلات خط المعبيلة سوق السيب الموالح الجنوبية برج الصحوة اعتبارا من يوم الجمعة المقبل يأتي هذا الخط ضمن خطة الشركة لتوسيع نطاق شبكة النقل العام في محافظة مسقط حيث ستقوم مواصلات بتسيير الرحلات عبر الخط الجديد ذهابا وإيابا بمعدل حافلة كل 20 دقيقة ابتداء من الساعة السادسة صباحا طيلة أيام الأسبوع وإيام العطل الرسمية النشرة الاقتصادية انتهت شكرا لكرم المتابعة أهلا بكم من جديد وقعت وزارة الصحة اتفاقية تمويل شراء جهاز الأشعة المقطعية لمستشفى مصيرا بتمويل من شركة تنمية نفط عمان الجهاز سيخدم أكثر من 14 ألف نسمة إضافة للأعداد الكبيرة من السياح الذين يزورون الولايات خدمة لأكثر من 14 ألف نسمة إضافة إلى الأعداد الكبيرة من السياح وقعت وزارة الصحة على اتفاقية تمويل شراء جهاز للأشعة المقطعية لمستشفى مصيرا وذلك بتمويل من شركة تنمية نفط عمان الاتفاقية ستسمح بتلبية احتياجات المواطنين بخاصة ما يتعلق بتحسين سرعة ودقة التشخيص الذي سيؤدي بدوره إلى تعزيز الدعم الطبي المقدم للمرضى خدمة هامة ستوفر على المستفيدين من الخدمات الصحية القهد وأيضا التنقل كما يحدث في السابق وكذلك سيوفر للعملين الصحيين في المستشفى أيضا السرعة والدقة المطلوبة في تشخيص الأمراض توفير خدمة الأشعة المقطعية بمستشفى مصيرا سوف يقلل على الأهالي عن السفر ومخاطرية الطريق حيث كان يتم تحويل المرضى المحتاجين لهذه الخدمة إلى مستشفيات محافظة مسقط ومستشفى صور عن طريق سيارة الإسعاف أو طيران سلاح الجو السلطاني العماني قطاع الصحة والسلام المهنية من أحد القطاعات التي نحتم بها في الاستثمار الاجتماعي التابع للشركة وعندنا عدة مشاريع قائمة بعضها وانجزت عن طريقات الصحة بينما مركز صحية في ناطق الامتياز أو توفير بعض الأسرة أو التعاون الآخر مع وزارة الصحة فلنحن سعيدين لأن هذا يعتبر إضافة مهمة تمويل وانجزة الطبية التابعة لوزارة الصحة من قبل شركة القطاع الخاص للقيام بمسؤولياتها الاجتماعية يلبي احتياجات المؤسسات الصحية ويدعم عملها ويقدم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين والمقيمين أخبر رياضة مع الزميل عبد العزيز بن منصور الوهابي شكرا لك جهان أهلا بكم أسفرت قرعة دور الستة عشر لمسابقة كأس جلالة سلطان المعظم لكرة القدم عن مواجهات متباينة أبرزها الصدام القوي الذي سيجمع بين السيب وظفار باستاذ السيب الرياضي وخلصت بقية نتائج القرعة التي سحبت ظهر اليوم عن وقوع سمايل في مواجهة صحار ومجيس يقابل البشاير وبهلا يلعب مع العروبة وصور يلاقب دية وفنجة في مواجهة نادي عمان وصلالة ينافس مرباط والمصنع يلتقي بينقل علما أن جميع المباريات ستقام يوم السابع من أكتوبر المقبل من خلال مواجهة واحدة بنظام خروج المغلوب يواصل المنتخب الوطني للهوكي تدريباته اليومية استعدادا لبطولة النخبة الأسيوية التي تحتضنها مسقط بداية من الثامن عشر من أكتوبر المقبل وتشهد البطولة مشاركة منتخبات الهند وماليزيا وفاكستان وكوريا واليابان بالإضافة إلى المنتخب الوطني ويتطلع منتخبنا إلى تقديم مستويات جيدة في ظل مشاركة أقوى المنتخبات الأسيوية ويعمل مدرب المنتخب لتطوير ورفع مستوى الجوانب البدنية والفنية من خلال عدد من المباريات الودية في مسقط قبيل انطلاق البطولة تنطلق غدا الأربعاء على مضمار الأبيض بولاية المضيبة بمحافظة شمال الشرقية فعاليات السباق الثاني للمهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية الذي تنظمه الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني ويجتمل السباق الذي سيقام على مدى يومين على واحد واربعين شوطا لمختلف الفئات حيث سيضم اليوم الأول ثمانية وعشرين شوطا منها ثمانية عشر شوطا لفئة الحجائج أما فئة اللقاية فقد خصص لها عشرة أشواط منها سبعة أشواط للبكار وثلاثة أشواط للقعدان المركز الخامس في إطار سعي وزارة الشؤون الرياضية في تحفيز الفتيات وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والتميز في مختلف الألعاب الرياضية اختتمت بمجمع السعادة الرياضي بصلالة التصفيات الختامية المؤهلة لدور الأندية الثاني لكرة الطائرة وكرة السلة الثلاثية للفتيات نظمت المديرية العامة لشؤون الرياضية بمحافظة ظفار بصالة الرياضية المغطاة لمجمع السعادة الرياضية التصفيات المؤهلة لدور الأندية الثاني للفتيات لكرة الطائرة وكرة السلة الثلاثية خلال الفترة من الثالث والعشرين لغاية الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري هي كانت تصفيات مؤهلة لدور الأندية للفتيات التي تقيمها مديرية العامة للأنشطة بالوزارة وكانت بواقع سبعين مشاركة وكانت المشاركة عن ثلاثة أندية نادي النصر ونادي صلالة ونادي الاتحاد وكانت الفعلية ممتازة جدا وكان أهدافها أن ننشط الأندية في ممارس النشاط النسوي في المحافظة وقد شهدت التصفيات تنافسا قويا بين الفرق المشاركة وقد حصل فريق نادي النصر على المركز الأول في لعبة كرة السلة واحتل نادي صلالة المركز الثاني وفي منافسات كرة الطائرة حقق نادي النصر المركز الأول والمركز الثاني كان من نصيب نادي الاتحاد كانت بطولة حلوة وكانت فرحة من قبل مركز الثاني استفدنا من المباريات واحتكاك في اللعبة وخبرة وبالتالي سينتقل نادي النصر للمشاركة في بطولة دور الأندية الثاني للفتيات لكرة الطائرة وكرة السلة والذي سيقام خلال شهر أكتوبر القادم بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر الحمد لله احنا حصرنا نادي النصر في المركز الأول بالنسبة للعبتين طائرة وكرة سلة أفوزنا في جميع المباريات الحمد لله المؤهلة وفي ختام الحفل قامت رعاية المناسبة الدكتورة طفول بن تسهيل بن علي قطنة المديرة العامة المساعدة للشؤون المالية والمشاريع بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ضفارة بتكريم الطاقم التحكيمي والفرق المشاركة في التصفيات لتلفزيون سلطنة عمانة عبدالله تابوك صلالة توج الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم وتفوق مودريتش على المصري محمد صلاح نجم ليفرفول والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفينتوس والذي كان قد توج بالجائزة العام الماضي وكان مودريتش قد قاد ريال مدريد الموسم الماضي للتتويج بدور أبطال أوروبا كما قاد منتخب بلاده لنهاء مونديا الروسيا قبل الخسارة أمام فرنسا في المباراة النهائية فيما فاز المصري محمد صلاح بجائزة أفضل هدف في الموسم بهدف على إيفرتون ضمن الدور الإنجليزي الممتاز ختام أخبار الرياضة شكرا لكم وعودة إلى علي وجهان وما تبقى من أخبار العشرة أهلا بكم من جديد تتواصل الحملة التعريفية والترويجية لمدينة النانو العمانية المزمع إطلاقها خلال الفترة المقبلة الحملة تسعى إلى تشجيع الشباب العمانين لإسهام في مجال الابتكار في هذه التقنية والتي من المؤمل أن تسهم في الناتج المحلي بأكثر من 2% تقنية النانو والتي تعتمد عليها مختلف الصناعات التحويلية في كافة المجالات العلمية وباتت تشكل محور العلوم والمعرفة للعديد من الدول تسعى السلطنة من خلال مدينة النانو العمانية التي يجري العمل لإطلاقها لتكون مدينة تواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة المدينة مدينة متكاملة وإن شاء الله رايحة تخلق 50 ألف فرصة عمل في سلطنة عمان في مجال في مختلف القطاعات مساهمة قطاع النانو في الناتج المحلي نعمل في سلطنة عمان بيزيد على الأقل إن شاء الله 2% وإحنا نعمل وعندنا إن شاء الله عمل كبير جدا أن تقنية النانو فعلا بتساعد على أساس أن سلطنة عمان يكون لها موقع استراتيجي لتقنية النانو الورشة من ضمن هدافها هو استهداف الطلاب والتعريف والاستفادة من تقنية النانو هذه الورشة تشجع الطلاب على معرفة التقنية تقنية النانو يقدم وحدة ريادة العمال والابتكار في الكلية وهذه تشجع الرواد ورائدات العمال على البدء في مشاريعهم البرنامج التعريفي بتقنيات النانو يستهدف طلبة الكليات التقنية يركز على غرس الجوانب العلمية المتعلقة بهذه التقنية والتي تسهم في إيجاد شريحة وقاعدة من المهتمين بها في مختلف المجالات نحن كطلاب تخصص الهندسة نستفيد منها بأشياء كثيرة نلقى العناصر والمواد بجودة عالية وخف ندخل في المشاريع الهندسية الكثيرة في البنيان وفي المواد الكهربائية وغيرها من المواد ويضا ممكن أن تتحنى مجال لريادة الأعمال في المستقبل قريب إن شاء الله تقنية النانو تعد من أهم التقنيات الموجودة حيث أنها تسهم في اقتصاد الدولة مهم جدا لنا كطلبة أن نتعرف على هذه التقنية وأيضا مهمة كمستقبلنا في ريادة الأعمال الدفع بإطلاق مدينة النانو العمانية بكافة تفاصيلها سيسهم في إيجاد فرص عمل للشباب العماني إضافة إلى ما ستسهم به هذه التقنية في رفض الناتج المحلي وجعل السلطنة مركزا إقليميا لتصدير هذه التقنية ذات العائد الاقتصادي المستدام تقنية النانو والتي تشكل المستقبل القادم للصناعات باستخدام الجزئات ستفتح المجال أمام الطالبة لريادة الأعمال في هذا المجال عبدالله بن عامر ألويهي من الكلية التقنية بولاية المصنعة محافظة جنوب الباطن في ختم النشرة تذكير لأهم العناوين الهئة العامة لحماية المستهلك تضبط مؤسسة تجارية تعمل على إعادة تصنيع قطع غيار مستعملة وبيعها على أدنها جديدة القيمة الإنسانية والحضارية لمدينة قلهاد تستعرضها اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم بمسقط خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة بنيويورك الأمم المتحدة تحذر من تفاقب الأزمات الدولية ورئيس ترامب يؤكد التزام بلاده بدعم السلام في الشرق الأوسط إيران وقوان عالمية تتفق على آلية جديدة للتعاون والحفاظ على الاتفاق النووي في ختام النشرة هذه تحيات فريق العمل من مركز الأخبار اللقاء اشتركوا في القناة